السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله جابي لكم اخر اخبار امتحانات السنوية العامة وتصريحات دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني ان الوزارة توفر نسخ رقمية من الكتب لطلاب السنة والعام يمكن تحميلها من مواقعها الرسمي وان الامتحان بنظام الاسئلة الجديد وابن بوك وورقي لطلاب الاي جي وهناك احتمال ان يتم تقديم الامتحان لطلاب الاي جي الكترونيا واكد وزير التربية والتعليم ان طلاب المنازل يمتحنون بنفس اسلوب الطلاب النظاميين ونحاول اعداد العدة لامتحانهم الكترونيا في السنوية العامة للحفاظ على تكافؤ الفرص وقال وزير التربية والتعليم ان الطلاب الذين حولوا منازل سوف يمتحنون الكترونيا مثل زملائهم كما انه يمكن للطلاب استحاب نسخ ورقية من الكتب المقررة القديمة اثناء اداء الامتحانات وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت عدم طباعة كتب المرحلة السنوية بالكامل حيث توفر الوزارة لهم مصادر تعلم متعددة سواء على بنك المعرفة المصري او منصات التعلم اضافة الى القنوات التعليمية فيما يعتمد طلاب صفوف من الاول حتى الثالث السنوي على اجهزة التابلت وجدير بالذكر ان مدارس الاي جيد دولية او الدبلومة البريطانية هي شهادة سنوية عامة معترف بها دوليا وتعتبر بديلا للثانوية العامة المصرية وتمكن من الالتحاق مباشرة باي جامعة عالمية دي كانت اخر اخبارنا عن امتحانات الثانوية العامة اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتعملونا لايك واشتراك في القناة واشوفكم على اخر فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته